الحيادية المهنية رفض التمويل ومراعاة الحريات العامة العمل على تكريس ثقافة المشاركة الديمقراطية وتنشيط دور المجتمع المدني بالإضافة إلى الحث على المشاركة الانتخابية واحترام أراء المترشحين بما في ذلك مرشح المعارضة هو أبرز ما حملته ندوة الإعلام والانتخابات هذا الميثاق المهني الذي بين أيديكم تضمن عدة مؤشرات منها الاختصار الشمولية السهولة والوضوح والمعقولية والقبول تجسد في 42 بندن أو قاعدة موزعة على تسماحاور مستمدة في جوهرها من روح ميثاق أخلاقية الممارسة الانتخابية الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة الانتخابات بالإيثافة إلى ما تشير إليه القوانين الساري المعمل بها في قطاع الإعلام والصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمع البصري التوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسة الإعلامية كدستور صحفي للإعلاميين خلال تغطية العملية الانتخابية لرئاسيات السابع من سبتمبر الفين وأربع وعشرين كان الحدث الأكبر لهذه الندوة ويجدر التنويه إلى أن القوانين المؤطرة لقطاع الإعلام لم تغفل عن الإشارة إلى هذه الأخلاقيات والضوابط أسمحوا لي هنا أن أركز على ثلاثة حقوق يجب على الصحفيين تلبيتها خلال الحملات الانتخابية حق المواطن في المعرفة الكاملة والواضحة والدقيقة حول العملية الانتخابية والمترشيحين وبرامجهم حق المترشيحين في تسويقهم إلى الناخبين ثالثا حق الوطن في إبراز أهمية الانتخابات والعمل السياسي لضمان الاستقرار والازدهار يتجدد رهان المؤسسات الإعلامية في الالتفاف حول مصلحة الوطن من مناسبة إلى أخرى ومن تلك المناسبات الاستحقاقات الرئاسية شعارها في ذلك حماية السيادة العليا للبلاد والحفاظ على المصلحة العامة ضمن التزامات أخلاقية وضوابط قانونية للممارسة الإعلامية